الرحمة والدعاء للوالدين والمؤمنين وتيسير أو تفسير لسورة فاطر وياسين رحمة الله قريبا محسين من عداد عبدالهاد إبراهيم قد دور صباق من صفية سورية الوالد سيدون ساشم السيد عحمد الرفاعي وزيناه بشكل طريق الرفاعي الصفية هو اللي طبعه المهمة قروه آيات الرحمة يا رب ارحمنا يقول الله مسلم محمد وعلى صحب السلام عوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم محمد الرحيم قال تعالى ورحمته وزعت كل شيء والله يختص برحمته من يشاء إن الله بالناس لا رعوف الرحيم ليدخل الله في رحمته من يشاء وهبنا لهم من رحمتنا وادخلناه في رحمتنا عسى ربكم أن يرحمكم أولئك يرجون رحمة الله فسيدخلهم في رحمة من كتب ربكم على نفسه الرحمة نبي نبع عبادي أني أنا الغفور رحيم وطيع الله والرسول عليكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون يبشرهم ربهم برحمة منه وجنات ورحمة الذين آمنوا منكم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وعن التواب الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودودوا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ولولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وربك الغني وذو الرحمة إن الله كان بكم رحيم وليذيقكم من رحمته هو الرحمن الرحيم هذا رحمة من ربي يدخل من يشاء في رحمته وكان بالمؤمنين رحيم وفيها تكمل ما شاء الله إنها تحلوة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهو أرحم الرحم من ربك وهو رحمة ربك خير مما يجمعون يعني لفلوس المني أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وتوكل على العزيز الرحيم الرحمن وعلم القرآن أشده على الكفار وحما بينهم فانظر إلى أثار رحمة الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وفى الله خير حافظا وهو أرحم الرحمين ونزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جنميعا نهو الغفور الرحيم هو الرحمن الرحيم ومن رحمتي أن جعل لكم الليل والنهار اللي تسكنوا فيه ولتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون فبما رحمة من الله لنت لهم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سلام قولا من رب الرحيم وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ربكم أعلم بكم إن أشاء يرحمكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إننا كنا مرسلين متمن ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم وربك الغفور ذو الرحمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم